اهلا بكم قدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورززات شهر يوليوز الماضي 2021 باستجن عشر سنوات نافدة في حق ضابط سام برتبة رائد بالحمية العسكرية بنفس المدينة بعد اندانته بتهمة اغتصاب ابنته كما قدت بتغريمه خمسون الف درهم وادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جمعية مدقيش ولدي في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره درهم الرمزي وادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني فقاف تعويضا مدنيا قدره مئة الف درهم وتمت مؤخذة المتهم من اجل جنايات الاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصر وعن طريق اساءة استعمال السلطة ومن طرف احد اصوله لاستغلاله جنسيا وهدكي عرض قاصر باستعمال العنف من طرف احد الاصول وهدكي عرض انتى باستعمال العنف ومحاولة ذلك وتعليقا على هذه القضية قالت منظمة مدقيش ولدي انها جريمة باشعة لاب ارمت به الشهوات في اتون الخطئة فنسي الابوة ورسالتها وخرج عن نموس البشرية ولم تكن ضحاياه الا طفلته نهش عرضهما لواطا اكتر من مرة واكل لحمهما حيا في جرأة واحل رباط الدم الى ماء مهين واضفت في بلاغها ان المحكمة وهي تضع موازين القصد عند تقدير العقوبة حاكمته بعشر سنوات نافدة كما تمنت منظمة مدقيش ولدي ومعها الضحايا لو ان نص العقوب اسعف القضاء لتكون العقوبة بمقدار الجر لتجتدت من طربة المجتمع وترابه صعودوا سرطانيا فاسدا لا خير فيه وعبرت المنظمة عن املها فان تكون جلسات الاستئناف اكتر انصافا وعدلا داعية المشرع المغربي ان ينزل في مثل هذه الواقعة العقوبة القصوى دون تفريق او تخفيف سواء كان اتيان الفاحشة من قبل او من ضبر وان لا يفرق بين هتك عرض او اغتصاب وشددت على ان الاعتذاء على طفل جنسيا كيفما كان جنسه يعتبر جناية لا تسامح فيها ولا تخفيف لانه جند جرم ينذى من وقاحته جبين الحياة ومن يرتكبه لا يستحق الحياة يشار الى ان المصالح الامنية بورتزات كانت قد اعتقلت الضابط في الجيش شهر يوليوز الماضي بعد الشكاية تقدمت بها ابنته البالغة من العمر اطنع عشر سنة والتي تتهم من خلالها بهتك عرضها وعرض اختها البالغة من العمر خمسا وعشرين سنة هذه الاخيرة التي اضطرت للهروب الى وجهة مجهولة المشاهدين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا فلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جام